لبنان في أزمة مستفحلة وطريق للخروج بحل بحده الأدنى يواجه حواجز حكومية لماذا؟ لأن الحكومة لا تجتمع والقرارات المحورية للإصلاح ورسم خطط النهوض مؤجلة في زحمة الخلافات ووسط هذه الصورة تبحث السلطات عن حلول خارج مجلس الوزراء والبرلمان اتتكثف الدعوات للحوار الداخلي في لبنان رئيس الحكومة يشدد على تركيز الحوار على السياسة الخارجية والالتزام بسياسة النائب النفس وخصوصا في الشأن اليمني فضلا عن إصلاح العلاقات مع الدول العربية والخليجية فهل ينجح الحوار بإعادة لبنان إلى سكة العلاقات الخارجية؟ وما حضوظ نجاح الحوار أصلا في ظل الخلافات العمودية الحاصلة؟ للمزيد حول هذا الموضوع أرحب بضيفية من بيروت عضو المجلس السياسي للطيار الوطني الحر وليد الأشقر وأيضا عضو المكتب السياسي للطيار المستقبل فادي سعد مرحبا بكم أبدأ معك سيد فادي ونتحدث عن هذا الحوار الذي يتحدث عنه ميقاتي وأيضا رئيس الجمهورية قبله برأيك ما مدى الحاجة لهذا الحوار الداخلي بين الفرقاء السياسيين؟ وهل هناك نية حقاقية فيه برأيك؟ مساء الخير وشيل على كل ضيفك اليوم بالحلقة أكيد اللبنانيين بحاجة لحوار للخروج من الأزمات المتلاحة التي لم تفتح تعصف بهم من سنوات إلى الآن لكن لا أعتقد بأن الرئيس الجمهورية هو جاد بهذه الدعوة وخاصة أنه يريد تضيع الوقت بالوقت المستقطع قبل نهاية عهدي يعني رئيس جمهورية حالف حزب الله لمدة ست سنوات أو عشر سنوات من الألفان وستة من التحالف مانم خايل إلى اليوم واستعمل حزب الله بكل قوته للوصول إلى الرئيس الجمهورية عطل الدولة عطل المؤسسات كسر خصومه وافق على غزوة سبع أيار وافق على كل موبقات حزب الله وبالآخر بيزن يعمل جلسة حوارية للقوى السياسية في لبنان حول استراتيجية الدفاعية لماذا هو مش قائط جيش؟ وما يعرف أن الجيش اللبناني هو اللازم يكون الوحيد اللي بيحمل السلاح في لبنان ولا يعلم أن حزب الله يستعمل سلاحي داخل لبنان وخارج لبنان ويستعمل قواته العسكرية لفرض سلطتي على الشارع اللبناني وعلى القوى السياسية اللبنانية وعلى هيمن على الدولة اللبنانية ما بيعرف أنه بسبعة أيار استعمل سلاحه ضد اللبنانيين وقتل ناس بشوارع بيروت ما بيعرف أنه استعمل سلاحه وقوة سلاحه بكمسان السود لفرض إرجاء الاستشارات النيابية وفرض إيصال رئيس حكومة بوقتها موالي لحزب الله ومنع رئيس سعد الحريري الوصول إلى رئيس الحكومة يعني رئيس ميشيل عون عم بحاول يهروب إلى الأمام بآخر كم شهر من نهاية عهده بس هو عهده انتهى اليوم نحن بالـ 2022 بكرة بنكون بالـ 2022 في انتخابات نيابية سوف تفرز قوة سياسية جديدة توازنات جديدة هو يهرب من هذه التوازنات وهذه التوازنات ستنتخب رئيس جمهورية جديد بشهر 8 لـ 2022 أو بين شهر 8 وشهر 10 بالتالي نحن عم نحكي بأيام وأسابيع فقط من ولاية رئيس جمهورية دمروا لبنان ودمر اقتصاده وسلم رقبة لبنان للمحور الإيراني وسلم كل مقدرات لبنان لحزب الله واخر شي بديو يعمل حوار حوار على شو؟ عنوين تدغدق بعض مشاعر وعنوين فطفادة طيب ولكنه يستدرج عروضا من حزب الله وهيدي بدي ركز عليها بدك تعرف انه رئيس بشلعون والنايب جبران باسيلي اللي اجل مؤتمر الصحافي الاول السنة يستدرجون العروض من حزب الله لتعويمهم بعد النكسة الكبيرة التي حلت بهم بتصويت المختربين داخل لبنان وبالتالي لا يقوم الرئيس ميشيل عون لا بنية حوارية ولا لانقاذ لبنان هو فقط تريد انقاذ ما تبقى من عهده وايصال جبران باسيلي الى شط الامان برأيه الى سيدة الرئاسة ما رأيك في هذا الكلام سيد وليد الاشقر سيد فادي سعد يشكك في جدية الرئيس ميشيل عون الذهاب لهذا الحوار وانه هذا الحوار يأتي في نهاية عهده من اجل تأمين حضور لصهره جبران باسيلي ما رأيك لا استغرب هذا الكلام اذ ان ما حافظه ضيفك هو نفسه ويردده في كل مقابلة تليفزيونية من تكرار ايصال جبران باسيلي الى رئاسة الجمهورية والتهويل بسلاح حزب الله وتحميل مسئولية سلاح حزب الله الى الرئيس ميشيل عون نحن نعلم ان التيار المستقبل اي الفريق الذي يمثله انتخب الرئيس ميشيل عون عام 2016 وتاليا اذا كانت كل هذه المآخف على رئيس عون ما كان من الضروري انتخابه عام 2016 اذا كان يعتبر ان هناك غزوة في ايار 2007 او 2008 وغيرها من النقاط غفر خطاياه حينها اذ ان كان هناك اتفاقا او توافقا سياسيا معينا بين التيار الوطني الحر وبين التيار المستقبل وحين ابتعد الفريقان عاد ليذكرنا بهذا الماضي الذي نسيه عام 2016 عند انتخاب رئيس الجمهورية انا اعتقد ان رئيس الجمهورية جاد وجاد جدا في الدعوة الى طاولة حوار لكن من يرفض طاولة الحوار هم نفس الافريقاء الذين دعاهم رئيس الجمهورية سابقا بعد ثورة 17-20-2019 وهم انفسهم رفضوا القبول او الحضور للمشاركة بطاولة الحوار ومنهم تيار المستقبل ومنهم افريقاء اخرين من القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي اي هم منظومة اتفاق الطائف الذي توالوا على الحكم بشكل او بالاخر طيب سيد وليد اسمح لي تقول ان الدعوة جادة اسمح لي على المقاطعة هذه الدعوة جادة نعم وهناك مواضيع اساسية ومهمة ستطرح في هذه الدعوة وقد وضحها رئيس الجمهورية في دعوته واختصرها بثلاث نقاط اساسية النقطة الاولى هي اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وهي نقطة اساسية وينادي بها منذ سنوات التيار الوطني الحر ورئيس الجمهورية حين كان رئيسا للتيار الوطني الحر الاستراتيجية الدفاعية وهي نقطة اساسية واعتقد ان الجميع معنيين بهذه النقطة واذا كان هناك هواجس فلتطرح على طاولة الحوار والكل معني بهذه الهواجس فلتطرح امام الجميع والنقطة الثالثة خطة التعافي الاقتصادي والمالي التي تسببت بها المنظومة الحريرية منذ العام 1992 وحتى اليوم فلنمد يدا جميعا الى رئيس الجمهورية ولنتشارك في خروج وفي اخراج لبنان كيف يمكن للرئيس مشي العون ان يؤمن حوار في ظل الفشل في تأمين جلسة لمجلس الوزراء والكل يعرف في لبنان من الذي يعطل هذه الجلسات لانه يربطها بقضية القضي البطار سيدي ليت رئيس الجمهورية يستطيع دعوة مجلس الوزراء الى اجتماع صلاحيات فريقه في النهاية سيد لا يستطيع دعوة مجلس الوزراء الى الاجتماع الدعوة الى اجتماع مجلس الوزراء محصورة برئيس مجلس الوزراء الرئيس مقاطي هو من يمتنع عن دعوة مجلس الوزراء الى اجتماع لو كانت الدعوة بيد رئيس الجمهورية لكان دعا إلى مجلس الوزراء لا فريقه من يعطل هذه الجلسة هذا ما يقول معارضو الرئيس ميشيل من يعطل عفوا من يعطل هذه الجلسات لأنه يريد أن يقايض ملف البطار الثناء الشيعي هو من يعطل جلسات مجلس الوزراء إذ أنه الفريق الذي يرفض حضور جلسة لمجلس الوزراء رئيس ميشيل عون في النهاية وتاليا إذا كان رئيس الحكومة لا يدعو إلى هذه الجلسات هو بسبب تمنع الثناء الشيعي من حضور هذه الجلسات الثناء الشيعي عليه أن يعلم بوضوح أن دعوة إلى مجلس الوزراء هي شأن مفصول عن تحفزاته على أداء القاضي بطار في ملف تفجير المرفأ الاستقلالية تامة في هذا الملف استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية ضمن الدستور اللبناني واضحة فصل السلطات أمر واضح ومقدس في الدستور اللبناني لا يحق لأي فريق من الأفريقاء داخل مجلس الوزراء التدخل في عمل القضاء اللبناني وهذا ما يحاول الثناء الشيعي القيام به اليوم من تعطيل السلطة القضائية من جهة والسلطة التنفيذية من جهة أخرى سيد فادي ما المانع من الذهاب لهذا الحوار وإذا كانت هناك هواجس على الأطراف المتخاصمة ربما مع هذا الثناء الشيعي أو حتى مع رئيس الجمهورية أن يطرحوا هواجسهم في هذا الحوار ما المانع من إجراء حوار يفيد اللبنانيين ويفيد المشهد ككل برأيك أولا إذا كان الحوار بده يحكي عن استراتيجية دفاعية باعتقد في أعلانه بعبدة صار من ست سنوات عيام الرئيس ميشيل سليمان بآخر عهده صار فيه اجتماع بعبدة حول استراتيجية دفاعية وصار فيه أعلان اسمه أعلان بعبدة ووافق عليه كل الأطراف ونضم لهم تمام استقبل والسناء الشيعي ورجع تنصل منه حزب الله وتهرب منه حزب الله ورئيس ميشيل عون ساعدوا بالتنصل منه وساعدوا بعدم إعلانه إذا بده يعمل الشيء رئيس عون بخصوص الاستراتيجية الدفاعية وحشر حزب الله بالزاوية بموضوع سلاحه ويرجع لأعلان بعبدة لهو إعلان رسمي من قصر الجمهوري من قبل ست سنوات أما مشان يعمل رئيس الجمهوري أنه يبيل جميع وبيقدر يحضن الجميع وبيقدر يضب الجميع لا 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 مستقبل ما بدي يشارك بهيك بروباجندا وما بعتقد أنه حتى حلفاءه لرئيس عون بدون يشاركه بهيك بروباجندا ما بعتقد في حدا بدي يشارك معه ببروباجندا بس لم يشانع تعويم رئيس ميشيل عون بآخر عهده عهد دمر لبنان ما بدنا نعاومه عهد دمر أماله لبنانيين ومستقبل اللبنانيين ومدخراتهم وضيع أسنين وأشهر مشان الوصول للرئيس الجمهورية وضيع سنين وأشهر على اللبنانيين بتشكيل حكومة هل تعلم يا سيدي أنه منذ 17-20 لما استقال رئيس سعد الحريري لم يتم تشكيل حكومة حققية في لبنان إلا لبدعة أشهر من شخص هذه الاسمه عسان دياب كان ألعوبة بيد ميشيل عون ولم يستطع تحقيق أي شيء ومنذ ذلك الحين إلى الآن ليس هناك حكومة حققية في لبنان وقد منع رئيس ميشيل عون تشكيل حكومة حققية في لبنان منذ أربع آب وعندما شكلت هذه الحكومة وقع ما وقع بينه وبين حلفائه اليوم رئيس الجمهورية يتغنى ويقول أنا ضد التعطيل وهو ذاته ميشيل عون بال2006 عندما خرج السناء الشيعي من حكومة الرئيس سانيورا نزل هو والسناء الشيعي إلى الشارع وسكروا الطرقات وسكروا البلد وسكروا مجلس النواب لمدة سنة ونصف من آخر 2006 لنصف 2008 لأيار 2008 سكروا البلد هو نفسه ميشيل عون اللي بيقول أنا ضد التعطيل عطل مجلس النواب وعطل الحكومة وعطل حكومة رئيس سانيورا بحجة خروج السناء الشيعي من الحكومة واليوم عم بيقول لهول السناء الشيعي لأ ممنوع تعمل هاك أنت اللي قويتن على البلد أنت اللي قويتن على اللبنانيين أنت اللي حلفتن أنت اللي عطيتن غطى مسيحي أنت اللي قويتن ظهروا أنت اللي جبتن عالبول وقليتن هاك بال2005 بعد اختيار رئيس رفيع حريري كان بدن السناء الشيعي رضى اللبنانيين ما حدا غطاهم إلا ميشيل عون باتفاق مارب خايل وما حدا غطاهم إلا لما نزل على الشارع معهم بين 2006-2008 وما حدا غطاهم إلا ما استقوى فيهم بال2009 وما حدا غطاهم إلا لما هو والسناء الشيعي أسقطوا حكومة رئيس سعد الحريري بال2010 من الرابية من بيته لميشيل عون برئاسة جبران بسيل ما حدا أول سناء الشيعي بلبنان إلا ميشيل عون خليه يتحمل مسئولية تقويته لهذا السناء الشيعي وعلى مظالمه لللبنانيين خلينا نشوف كيف يتحالف معهم بالانتخابات النيابية وبقرأ بذكرك بكرة ميشيل عون عم بقول أنه السناء الشيعي هو عم بعطل البلد بده يركض وراهن للسناء الشيعي إذا سمح للانتخابات النيابية أن تصير بده يركض وراهن بزحلي وببيروت وبكسروان والوقعة الغربية لا يتحالف معهم لأنه إذا ما بيتحالف مع السناء الشيعي سيسقط سقوطا مدويا بكل لبنان وبالتالي قشبت خلاصه هي السناء الشيعي وكل البروباغندا اللي عم تسمعها اليوم وكل الحكة اللي عم تسمعها اليوم هو لاستدراج عروض فقط لغير شد العصب سيد وليد نتحدث عن السياسة الخارجية أيضا رئيس الحكومة تحدث عنها بشكل خاص أيضا مسألة النأي بالنفس في ظل هذه الانقسامات الكبيرة إلى أي حد الذهاب في هذا الاتجاه قد يعيد بعض من الوحدة المفقودة داخل لبنان هل يمكن أن تتحقق برأيك؟ نحن نأمل أن يكون هناك عدم تدخل في الشؤون اللبنانية من أي دولة أخرى كما ندعو الجميع في لبنان عدم التدخل في شؤون أي دولة عربية أخرى هذا الأمر ينطبق من جهة باتجاه لبنان ومن جهة لبنان باتجاه الدول العربية وهذا ما يدعو إليه رئيس الجمهورية وهذا ما نحن ندعو إليه بس أريد أن أعلق على نقطتين زكارون ضيفك قبل قليل تكلم عن غطاء أعطاه التيار إلى حزب الله نحن لا ننسى أن الحليف الآخر لحزب الله هو حركة أمل ورئيس نبيه بري الغطاء الأساسي الذي أعطى الثنائية الشيعية هذا الضوء الأخضر هو الغطاء الذي أعطاه الرئيس سعد الحريري إلى حليفه التاريخي والدائم الرئيس نبيه بري من تشكيلات الحكومات في عهد الرئيس رفيق الحريري إلى اليوم في عهد الرئيس سعد الحريري بيحكينا كمان أن عهد دمر لبنان ما بدنا نعومه هل السؤال الأساسي هو تعويم عهد ميشيل عون يعني نحن اليوم إذا كان يقوم بخطوة إيجابية الرئيس ميشيل عون لا نعطيه هذا الدور لأنه الهدف الأساسي عدم إعطاء الرئيس ميشيل عون أو عهده أي فرصة إيجابية وتاليا النكايات السياسية هي التي تعمل وهي الدور الأساسي في خطاب وخطاب طيار المستقبل وتاليا بهذا المنطق هذا ما يدعو إليه فريق طيار المستقبل المستغرب أيضا في هذا الموضوع أن طيار المستقبل الذي يطرح مبادئ أو كيفية التحالفات في الانتخابات النيابية القادمة ما زال يتخبط حتى الساعة ولا أحد من الأفريقاء السياسيين ومن الذين يؤيدون طيار المستقبل يعرفون إذا كان طيار المستقبل سيأخذ هذه الانتخابات أولا أم لا هل سيعتكف هل سيكون الحريري مرشحا إلى هذه الانتخابات أم لا ما زال الشارع المستقبل حلنا نبقى في هذا الحوار الذي دعا إليه عيسى الجمهورية وأيضا رئيس الوزراء حتى نتشتت أكثر ما مدى قدرة السلطات اللبنانية سواء الممثلة في رئاسة الجمهورية أو رئاسة الوزراء يعني ضبط كل الفرقاء في قضية سياسة النأي بالنفس هذا موضوع طويل جدا الكثير حكى عنه وتحدث عنه لكن لا يوجد على أرض الواقع إلى أي حد يمكن تحقيق هذه الغاية لا أنكر أن هذا الأمر ليس سهلا إذ أن عدد كبير من الأفريقاء السياسيين اللبنانيين يعطي مواقفا سياسية من هذه الدولة العربية أو من تلك الدولة العربية سأعطي مثلا بسيطا البعض يتهم سوريا أو الرئيس بشار الأسد أو نظام الرئيس الأسد أنه أتل شعبه وتاليا هذا موقف يعتبر تدخلا بالشؤون السورية البعض الآخر يتدخل في موقف للعربية السعودية في هذه النقطة في اليمن أو تلك وتاليا المشكلة الأساسية في لبنان أن عدد كبير من الأفريقاء السياسيين يعتبرون أنفسهم أوصياء على هذه الدولة أو تلك الدولة ليت اللبنانيين جميعا ومن مختلف تلوينهم ينقون بأنفسهم عن كل الدول العربية ويهتمون بشؤون الداخلية اللبنانية إذ أن همومنا الداخلية اللبنانية تكفينا ولدينا الكفاية من الملفات الاقتصادية والمالية والسياسية والانتخابية وغيرها التي تعطينا مجالا للتلاقي أو التباعد والحوار أو عدم الحوار وتاليا أولويتنا كلبنانيين جميعا هي الانطلاق في طاولة حوار تجمع اللبنانيين من مختلف التلوين السياسية على طاولة تجمع الجميع للخروج بنقاط مشتركة نلتقي فيها مع قصومنا في السياسة الذين جزء منهم نلتقي معهم في ملف ونختلف في ملف آخر سيد فادي هل يمكن الرهان مجددا على سياسة النائب النفس التي لم يلتزم بها الفرقاء في السابق؟ لا مجال للبنان إلا بسياسة النائب النفس لا مجال للبنان إلا بمنع كل الأفريقاء السياسيين في لبنان أن التدخل بشؤون خارجية أو شؤون الدول العربية شقيقة لا يحق لحزب الله ولا غير حزب الله أن يكون له تدخل عسكري أو أمني أو سياسي أو إعلامي أو أي تدخل بأي دولة من الدول العربية شقيقة لبنان لا يتحمل هذا الأمر وليس من شيئا من اللبنان ولا اللبنانيين التدخل بشؤون غيرهم وهم لا يقبلون أحد أن يتدخل بشؤونه ولكن من الأجذب اللبنان واللبنانيين منع جميع الأفريقاء من التدخل بشؤون الخارجية أو شؤون الداخلية للدول الشقيقة وعدم أن يكون لديهم أي تدخل أمني عسكري سياسي أعلامي تحريضي تدريبي هل يمكن تحقيقه في الحوار هذا سيد فادي هذا ما طرحته يعني هل يمكن تحقيق هذه الغاية التي يهدف إليها الجميع جميع اللبنانيين هل يمكن تحقيقها في هذا الحوار وسياسي النعي بالنفس تم اختراقها أكثر من مرة في المشهد باختصار لو سمعت إذا بدأ أصدقك القول الحوار مش بس هو الوحيد اللي بيقدر يفرض هذا الشي بس إذا جميع اللبنانيين من عدى طرف واحد أو 99% من اللبنانيين إلا طرف واحد طلبوا من كل اللبنانيين ومن هذا الطرف عدم التدخل هناك أحراج كبير بواجه هذا الطرف بالتالي هناك قوة كبيرة إذا كان اللبنانيين مشمعين على عدم التدخل بشؤون الخارجية لكن هل يجرؤ الرئيس ميشيل عون للطلب من حزب الله عدم التدخل بشؤون اليمنية أو العربية أو العراقية من حزب الله وطلب سحبه قل عناصره من سوريا واليمن والعراق والبحرين وعدم التدخل لا تدريبا ولا كذا خليه يطلبها ونحن نكون نحن أول مصفقين له نحن ضد أي تدخل بشؤون العربية مهما كان صغرة أو كبرة لبنان ليس لا ساحة لتصفية حسابات وليس أداة لضرب أي شقيق من أشقاء العرب شكرا جزيلا لك سيد فادي سعد عضو المكتب السياسي لطيار المستقبل وأشكر أيضا وليد الأشقر المجلس السياسي لطيار الوطني الحر كنتما معي من بيرون شكرا